بدأت وزارة الخارجية استعدادتها لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر أن تبدأ في الحادي والعشرين من مارس المقبل وجه وزير الخارجية سامح شكري بإعداد بيان بتشكيل اللجان الفرعية في مقار السفارات والقنصليات المصرية لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات وتوفير كافة التسهيلات لاستقبال المصريين في الخارج للإدلاع بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة